السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير تحت طلب بعض الأخوات سنحضر معكم الريب مرة أخرى لكن هذه المرة بالكوكوت أو بالماء أو بالمرحل أنا نزلت لكم وصفة ناجحة 100% أو مليار بالمئة اللي هي ضانون أو ياغورت أو زبادي بدون مرحل ولا ماء ولا كوكوت بالنسبة لبعض الأخوات اللي مصدقش معهم أو أي أخت مصدقتش معها شي وصفة جربتها من شيقانات كوني أكيدة أنك ما تتجربش هذا الريب من قبل أو أي وصفة إلا ما نجحتش معك ما تجربتها من قبل فما تحكمش عليها من أول تجربة وتخلي تعليق جارح سواء في قناتي أو في أي قناة أي وصفة نزلت على القناة إلا و تنكون معتمدها سنوات من قبل عدت أن نزلها لكم كنت نجري وراء حاجة أخرى في اليوتيوب غالت القانوني تنزل وصفة وجوج في النهار وغنعمر القناة غير بوصفات لما غدتكونش مزيان هذا شي بين قوسين شكرا لكم دائما وما تنسونيش دائما باللايكات ديالكم وشاركوا في القناة باش دائما يوصلكم الجديد بالنسبة للمقادير والطريقة ديال هاد الريب على بركة الله غدي نحتاجوا نصف لتر ديال الحليب بارد ونصف لتر كذلك ديال الحليب بارد اللي غدي نغلوه غدي نحتاجوا ثلاثة المعالق حتى ثلاثة المعالق ونصف كبار ديال سكر حبيبات يا غورت أنا استعمل طبيعي ممكن استعمله بالفانيلا المهم يكون عاقد واستعملت هنا جوصة شية ديال الفانيلا ممكن استعمله غير وحدة او ما تستعمله هاش ماشي مشكل بنسبة لنصف لتر الاول غدي نعملوا معها الفانيلا وثلاثة المعالق كبارد قريبا ونصف ديال السكر لاني بستعمله ياغور طبيعي دائما سكر حسب الضوء ما تقيدش بشي مقادير مضبوطة ممكن تعملوا غير معالقة وحدة وغدي نحطوه فوق النار اغلى بنسبة لنصف لتر ديال الحليب الاخر غدي نعملوا معه الياغورط فقط وغدي نحركوه مزيان من بعد ما غلى الحليب كيف شفته رافض غدي نصفي غير باش ما تكونش جيك الرغوة من الفوق تخسر لي الرايب في الكيسان ايه لحطيتو غدي نبدأ نخوي وغدي نحرك ما نخليش الحليب سخون ينزل على الحليب بارد بدون ما نحرك نبقى نحرك مزيان حطيتو في هاد الاينة غير باش يسهل علي نخويه في الكويسات انا كتفيت بستة ديال الكويسات ديال العنباء اللي عمرت حطى الفوق ممكن تعملوا سبعة ديال الكيسان لكن ما تعمروا مش حطى الفوق غدي يجيكم هما هادوك اي سبعة ديال الكويسات ديال العنباء من بعد غدي ندير واحد البلاستيك غدائي غير باش ما يوصلهمش ليه الماء فوستة طنجرة او الكوكوت اللي غدي نحطوه فيهم ماشي ضروري هاد البلاستيك الغدائي او تعملوا كويسات بالغطايا ديالهم كيف غدي نوريكم في اخر الفيديو نكون غليت الماء لكن دابا ما خليتوش مغلي بزاف غدي يكون سخون لكن نقدر نحط صبعي وبالزربة ونحيدو تنتمنى تكونو فهمتوني إلا كانتاني الماء سخون بزاف ما تيصدقش هاد الرايب وممكن هاد الكيسان يترتقو في الصنجرة غدي ندير صفارة ديال الكوكوت غدي نسد هاداك الغطايم الزيان ديال الكوكوت غدي نغطيه بمانطة او بطانية تقيلة وغدي نحطوه في واحد البلاستة اللي ما غديش نحرك مرة أخرى حتى تفوت 8 سوية حتى العشرة 8 سوية تيكون واجد أنا هادا خليتو 8 ديال الساعة كيف ستشوفو عاقد وبدون حليب بودرة هاد المرة عملتو معاكم كيف طلبتو مني غدي ندير بلاستيك غذائي غير باش ما يشدش الراوي يحمل التلاجة وغدي نحطوه يبرد مزيان وممكن تحطوه في الموجة ميدي لكن تزرباني نصف ساعة يوجدتي يبرد كيف ستشوفو تيجي عاقد تيجي كريمي تيجي رائع بالنسبة لأخوات تيسولوني على تيجيوهم خيوط في الرايب فصراحة تتوقع مرة مرة لكن مش يدي ما يضبطو المقادير وعملتو الماء كيف قلت لكم تاني ما يكون سخون بزاف وما يكونش بارد نديروه سخون لكن واحد الحرارة ديالو اللي ما غديش تبرد غير تتمنى الفكرة تكون وصلت بالنسبة لهاد الكويسات غير بغيت نوريهم لكم للإفادة فقط فاخديتهم 3 11 درهم اي خديت 6 22 درهم تيجيو رائعين في الرايب وعندهم الغطايات بدون حاجة لاستعمال بلاستيك الغذائي لبالنسبة فشان عملوا الرايب في الكوكوت او في التلاجة ما تدخلوش له الروائح بالنسبة لهذا الرايب إلا سيبتو فغديبقى معكم 3 يام في التلاجة يبقى زوين حتى الربع يام ماشي مشكل ما تنسوش تضغطو على زر لايك لتشجيعو وتشاركو في القناة باش يوصلكم الجديد بسلام عليكم